تضم شانخاي أكبر عدد من المقاهي في العالم وقد شهدت المدينة إطلاق نشاط القهوة معا بالاشتراك مع مكتب شانخاي لسي أم جي ومنصة يانشوبين من الإعلام الجديد للجيل الخامس لسي أم جي وسي جي تي ان وخلال الأشهر الثلاثة القادمة ستقام سلسلة من الفعاليات لتعزيز استهلاك القهوة والتبادلات في هذه الصناعة بالنسبة لمن يعيشون في شانخاي أصبحت القهوة بالفعل جزءا من حياتهم اليومية ولكن ما هي الاحتمالات الأخرى التي يمكن أن تتبع هذا الكوب الصغير؟ نكهات فريدة أو أنماط مخصصة أو دمجها مع أشكال فنية أخرى؟ نشاط القهوة معا الذي أطلقته المدينة يوم الثلاثاء يضيف كل تلك الإبداعات لكوب القهوة الخاص به النشاط الذي بدأ كمهرجان سيستمر لما يقرب من ثلاثة أشهر واستقام سلسلة من الفعاليات في إطاره ما سيسمح بخلق إمكانية جديدة لاستهلاك القهوة وتعزيز تطوير صناعتها تعد مدينة شنهاي أكبر مدينة في العالم من حيث عدد المقاهي بما يقرب من ثمانية ألاف مقهى وتعمل تلك المقاهي كمؤشر على الطور الاقتصادي للمدينة التي تأثرت بشدة من جائحة كوفيد-19 لكن بعد تجاوز البلاد ظروة الجائحة في ديسمبر الماضي انتعشت أعداد عملاء المقاهي بسرعة وبات لدى صناعة القهوة أمال كبيرة في العام الجاري منذ يناير عام 2023 تشهد متاجرنا أعدادا هائلة من الزبائن كل يوم وأعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المقاهي في الطرقات في المستقبل وبالنسبة لسوق القهوة في الصين سيتحسن وضعه أكثر فأكثر الصين واحدة من أسرع الأسواق نموا في استهلاك القهوة كما أن إمكانات الاستهلاك والإنتاج الهائلة تجذب العديد من مزارعي القهوة وصانعيها الرائدين في العالم للتعاون مع السوق المحلي نضع الصين كالسوق محتمل لنا في الواقع تعاد الصين من بين أكبر عشرة المستهلكين للبون الكولومبي ونشهد كيف نمى استهلاك القهوة عاما بعد الآخر لهذا سبب من المهم جدا إيجاد سيناريوهات جديدة لتعاون معا وفق لتقرير صدر في إسبوع ثقافة القهوة في شنغهاي عام 2022 تجاوزت قيمة سوق القهوة في الصين 380 مليار يوان في عام 2021 بزيادة سنوية قدرها 27% ومن المتوقع أن يتجاوز حجم صناعة القهوة في الصين 380 مليار يوان عام 2025 حمسوا الشرين